وقعت كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بجمهورية صربيا وذلك خلال زيارة رسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والوفد المرافق إلى جمهورية صربيا لحضور بطولة العالم للمصارع 2023 حيث وقع من جانب الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ومن الجانب الصربي وزير الرياضة الصربي السيد زوران قايتش ورئيس اللجنة الأولمبية الصربية سعادة السيد بوزيدار ماركوريتش وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة ووزير الدولة بصربية سعدت السيد ماركو كيشيه والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعدت الدكتور عبد الرحمن الصادق عسكر والأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية سعدت سيد فارس مصطفى الكوهجي والمستشار ياسر الحدد نائب سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بتوقيع مذكرة التفاهم الرياضي مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في صربية وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم المعسكرات التريبية وتعزيز أفاق التعاون بمختلف التخصصات الرياضية والاستفادة من الإمكانات الصربية في المجال الفني والإداري والطبي وأكد سمو بأن مذكرة التفاهم تلك تأتي في إطار حرص الهيئة العمال للرياضة واللجنة الأولمبية على فتح أفاق التعاون مع مختلف الدول المتقدمة في المجال الرياضي ومن بينها جمهورية صربية الصديقة التي تتمتع بقدرات رياضية سواء على صعيد تكوين اللعبين وسقل المواهب وتنمية قدرات المدربين ولما تمتاز به من بنية تحتية وملاعب عالية الجودة لإقامة المعسكرات التريبية متمنيا في أن تسهم تلك الاتفاقية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين ترجمة نانسي قنقر